تعالوا نبدأ بفريرة بعد كده أخش اليكار أحمد سيد زيزو عشان فيه تصرح ابي أراء في صدري الأحمد سيد زيزو مهمة جدا أو أعتقد إنها مهمة جدا يعني الأول فريرة فريرة استلم الزمالك في الظروف في منتهى الصعوبة في منتهى الصعوبة فريق بيخسر في بطولة أفريقيا فريق موقفه مش جيد في الدورة وعنده نتائج سلبية فريق عنده إصابات فريق ما عنده قيد فريق عنده لعبين مش عايزين يجددوا عودهم فريق يعني بص في مرحلة في منتهى السوق مفيش بعد كده ظروف سيئة هو أصلاً لو ما عملتش حاجة الموسم ده ما كانش ينفع حد يحزبه أصلاً بالمناسبة يعني وكان الكل اداله العذر أنا فاكر كويس أنا شخصياً وكل زمالي كان كل ما الزمالك يخسر مباراة مع كارتيرون كنا منطلع نقول ما وغزباً عنه برضو ما الزمالك الفرقة مش كاملة الفرقة عندها فترتين كد مش موجودين الفرقة عندها إصابات كتير اللعيمة ما بتحبش الفريق ومش عايزة تجدد فيه تفاصيل كتيرة أو مبررات كتيرة كانت منطقية وكنا بنقولها وقت كارتيرون الراجل ده عشان هو مدرب كبير عشان هو مدرب محترم عشان هو مدرب مش بتاع أعذار عشان هو مدرب ما بيبحث عن مبررات جيش تغل مع كل الظروف الصعبة دي وحتى هذه اللحظة ناجح نجاح باهر يفوز بكأس مصر يتصدر الدولي الممتاز يقدم مباريات كبيرة وبأداء رائع عنده نص ملعب بالكامل مش موجود النهاردة التلاتة اللي بيلعبوا في وسط ملعب نادي الزمالك مش بيلعبوا في مركزهم بتتكلم فيه اسلام جابر محمد عبدالغني وسيد عبدالله نمار التلاتة ما بيلعبوش في وسط الملعب التلاتة ما بيلعبوش في وسط الملعب والتلاتة النهاردة عملوا مباراة كبيرة جدا ورائعة جدا في وسط ملعب الزمالك ده الزمالك لما كان بيغيب عنه طريق حامد لاعب واحد كنت تقول الزمالك هيخسر النهاردة لا لا الزمالك ما يقدرش يعوض طريق حامد بأي لعب آخر النهاردة كان اختبار حقيقي ماذا سيفعل الزمالك دون أشرف بن شرقي أفضل لاعب الفريق هيعمل إيه الزمالك من غير أشرف بن شرقي هيعمل اللي بيعمله على طول هيكسب هيعمل اللي بيعمله على طول هيقدم أداء كويس ليه؟ عشان فيه مدرب على الدكة أنا من الناس العكس كثير من الناس اللي بيقولوا إن اللاعبين أهم حاجة في المنظومة آسف المدرب المدير المدير عايف أنت كده لما تبقى مثلا حضرتك مدير في شركة ولا في مؤسسة ولا في أي شيء وعندك موظفين رائعين بس أنت مش مدير جيد الشركة هتقع حتى لو عندك لعبين رائعين بس لو أنت مدير جيد وعندك موظفين مش جيدين هتعرف تطورهم وهتعرف تخليهم يقدوا بشكل كويس في وظفتهم فهتنجحهم دايماً المدير فأنت لو هتقولي اللعيبة عليها سبعين في المية والمدرب عليه تلاتين في المية أقولك آسف المدرب سبعين في المية واللعبين تلاتين في المية في كثير من الأحيان على فكرة أنا كنت بقولك كلمتين دول وقت من والجوزيه لما كان بيدرب الأهلي آه كان مع لعبين رائعين بس محدش كان بيفكر أنه هو اللي خلاهم لعبين رائعين هو اللي خلاهم مميزين هو اللي خلاهم يلعبوا كويس نفس اللعبين دول لو كانوا معهم مدرب تاني كان ممكن ما يقدوش كويس في تفاصيل مهمة بيعملها في ريلا دلوقتي هي تفاصيل أقرب للمستحيل الزروف في منتهى الصعوبة على مستوى تشكيلة الزمالك في منتهى الصعوبة كل المراكز في الزمالك فيها نقصان مع هذا مركز الباكليفت يعني بصرافة مركز الباكليفت النهارده يعني أنت عندك أحمد فتوح بيلعب وعبدالله جمع وعبدالشافي قاعدين عديك باقي المراكز كلها فيها مشاكل فيها مشاكل فيها نقصان مش طبيعي أنت طول الوقت عندك تشكيلة تدرية في الزمالك والتشكيلة تدرية داiman بتنجح حط أي لعب في أي مكان بينجح ليه؟ شايفه مدرب وفي لعبين في الملعب بيلتزموا وفي لعبين جاهزين بدنياً وفنياً فتحية لفرير واحد